مع كل ضربة تحافظ روسيا على أن تبقى في ذاكرة البشرية سيدة السلاح لكنها الحرب التي غيرت أراء دول مع شعوبها بنظرتها لموسكو بقيادتها البوتينية لكنها رغم هذا كله تستمر فيما بدأت به على أن لا تكون الضعيفة بأعين من يراها اتحادا سوفيتي سيحيا ولو بعد حين وهنا يرى العالم الغربي بكبرى اقتصاداته ونفوذ المال المتفق معه أنها حرب خاسرة وخاسر معها العالم الذي يبحث عن رغد في الحياة واستقرار على الأرض وفي الحروب يحضر صوت الجواسيس ركنا أساسا من أدوات الأسلحة التي قد تغير حسابات الربح والخسارة سيما مع معلومات فجرها الجاسوس الروسي السابق سيرجي جيرنوفا عن نواي الرئيس بوتين المعلومات من عيار ثقيل جدا يخشاه العالم وقبله شعب روسيا الذي لا يريد خرابا يعود بهم إلى زمن الحرب العالمية الثانية بإمكان بوتين استخدام أسلحة نووية تكتيكية يقول جيرنوف وليس في الأمر توقع إنما هي حقيقة الشخصية العسكرية والطموح البوتيني ولو كان على حساب أن يصبح بوتين الطاغية الأكبر بحسب روايات المسؤولين في الغرب بوتين الذي يتلهف لصناعة التاريخ وأن يحفر اسمه على جدار موسكو المتوج بالنصر ولو بورقة التحدي بإنتاج ما فعله الأمريكيون مع اليابانيين عام 1945 إذن يقترب بوتين من غرفة زر نووي في أي لحظة احتمال شديد الحدوث مع معطيات التوتر وتداعيات الأزمة التي توقع كثيرون أن تنتهي في أيام قليلة إلا أنها أكلت الأخضر واليابس ليس في الساحة الأوكرانية فحسب بل بدأت تحرق طموحات العالم العربي قبل الغربي وحولت طموحات اقتصادية في دول شتى إلى أضغاف أحلام اشتركوا في القناة